من هنا من الحي الثقافي كتارا في الدوحة وهو الاسم القديم لقطر داعت مجموعة مثقفون من اجل سوريا الى مهرجان ثقافي فني دعما للشعب السوري حمل عنوان وطن يتفتح في الحرية واختير له هذا الشعار من توقيع رسام الكاريكاتور العالمي علي فرزات هذا الفنان السوري حصد عددا من الجوائز العالمية وفي عام 2011 اختاره البرلمان الاوروبي مع اربعة مواطنين عرب اخرين للفوز بجائزة سخروف لحرية الفكر مثل هذا الحراك بتلاقي له صدى على مستوى المحلي والعربي والعالمي وهو اللي بيجمع الناس حول فكرة واحدة فكرة الفن فكرة الفكر فكرة السقافي فكرة يعني هذا يعني هو عبارة عن مشهد حضاري حقيقي يعني هاليوم بتحلوا تطرحوا اليوم بديل عن الثورة او العنف في سوريا بهذا الاسلوق الحضاري والثقافي او انه يتكاملوا مع بعض هو العنف مو موجود في الشارع يعني العنف موجود في الطرف الاخر مشاركة فرزات كانت لافتة لا سيما بعد انتشار فيديو في اواخر ااب عام 2011 يظهره في المستشفى بعدما تعرض لضرب مبرح في ساحة الامويين في دمشق في اثناء عودته من مكتبه من قبل ملثمين فكسرت اصابعه واحرق وجهه واحدى يديه وعرف فرزات برسومه الجريئة التي تنتقد نظام السوري فرزات رأى ان هدف التظاهر الثقافية هو اضفاء صورة حضارية على الحراك الشعبي على اعتبار ان هذا النوع من الاعمال يترك اثرا اكبر واشمل مما يقوم به العمل السياسي اليوم في خطين متوازيين خط السياسي والدبلوانسي الخارجي ومضمون وروح السورة اللي هي ما لا علاقة بكل ما يشاع عنها الخط الدموي ما موجود الا في افكار بعض ناس يعني مو بالشارع في خط السياسي في ما يرسم لهذا الخط من اعمال ربما تكون مصدرة سياسية عالمية من مافيات احيانا في اشاعات تشيع هاي المسائل في مافيات تشيع هاي الاقوال اما على مستوى الشارع لا يوجد اي عنف ولا يوجد اي شكل من اشكال حتى بيقولوك نحنا سلمية لحد الان بيقولوك نحنا سلمية سلمية الا ما خرج بالاخير من اشكال مؤسساتية ضمن الجيش نفسه صار في قسم للنظام قسم للجيش الحر فهذا الصراع مصراع اهلي يعني مصراع اهلي هاي مؤسسة قامت بتصويب بعضها يعني اعرف كيف هذا الجيش الحر قام بتصويب ما يقوم به جيش النظام وكان فرزات قد اصدر عام الفين صحيفة خاصة ساخرة هي دومري الا انه نتيجة بعض المشكلات مع السلطات جرى سحب الترخيص منه عام الفين وثلاثة واسس بدلا منها صالة للفن الساخر اتخذت من مقر جريدة الدومري موقعا لها لتكون استمرارا لفكرها معتمدا على النجاح الذي حصدته الجريدة لدى الجمهور من الدوحة باسل العريض